قال السفير الفرنسي لدى المملكة بيرتران بزان سنوف في لقاء خاص للإخبارية إن اتفاقية شينغن لا تزال سارية مؤكداً أن ما اتخذ من إجراءات لإغلاق الحدود في فرنسا هي إجراءات احترازية فقط لا لا إطلاقاً لم يتغير شيء في الفيزة أعني فيزة شينغن وسفارة شينغن نفت في أعلان صحفي أي تغيير بخصوص التأشيرات غير أنني أظن التعبير الذي استعمل للمشكلة وأعني به أننا في طور إغلاق حدودنا فقد عني به أننا نريد أن نتجنب أن يقدر بعض الإرهابيين على الهرب من البلاد ولذا فقد أقمنا ضوابط على حدودنا كي نتأكد من القبض على الإرهابيين قبل مغادرتهم البلاد غير أن هذا لا علاقة له إطلاقاً بواقع الحال أن تأشيرات شينغن مفتوحة كالعادة بمقتضى تعريفها وبالطبع جميع السواح ورجال المال والأعمال وكل من يرغب في المجيء إلى فرنسا أهلاً وسهلاً بهم